اشتركوا في القناة امتلق شوطنا الثاني عشر خصوص للجعدان المحجنات الاصائل يبنى القبائل شوط يحمل نخبة في طياته شوط يحمل الكثير والعديد في سجلاته من هذه الاسامة الباحثة عن الناموس المسيطرة على هذه الكوكبة الجميلة والمميزة ما شاء الله نسير هناك شهين علي بن احمد الرزي الشامسي يلا يا ابو احمد يلا يا ابو احمد الجماهير تطالب النقلة هناك على المركز الثاني اللي في المركز الثاني من يتواجعار عرم رم سعيد بن مطر بن علي بالساحر اللي اجتبين نقلتنا على ثالث المراكز المست محمد برس بالهول المحيري بينما اللي في المركز الرابح هنا الكمبيوتر نجد احمد بن عبدالله بن محمد بالهل ماشاء الله يا ابو محمد بينما اللي في المركز الخامس والذهب لراشد بن عبدالله بن حميد الخاطري وفي سادس المراكز الصاروخ اللي في المركز السادس لسيد محمد غلفان اللي غويص السويدي بينما اللي في المركز السابع شاهين لمحمد بن حمد بن مالهو الاجتبي وفي المركز الثامن المهاجر علي بن عبدالله بن علي ابو نواس وفي تاثع المراكز نجد احمد بن سيف الزفين وفي المركز العاشر شاهين لأحمد بن سيف الزفين ولا نجد ايها الاخوة شاهين شاهين احمد بن سيف الزفين هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة للمراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام بالوفاء والتمام ما شاء الله ما شاء الله مع الصدارة مع انطلاقتي هذا الشوت مع اندفاعي هذا الشعار يلا يا الرزي هل سوف يواصل هل سوف يواصل شاهين ولا هناك رايا خل الجعدان علي بن حمد الرزي الشامسي ابو احمد نقلتنا على المركز الثالث عرم رم سعيد بن مطر بن علي بالزاعر الاجتبئة ايضا ابناء فنين يحاولون هنا بنقطة جميلة نتمنى شاء الله بها التوفيق والناموس بينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث يتواجد معانا فان الذهب راجد بن عبدالله بن احمد الخاطر وفي المركز الرابع من في رابع المراكز هناك من الجانب الثاني نجد احمد بن سيف الزفين خامس المراكز يأتي فيه النجد احمد بن عبدالله بالهلي نقلتنا على المركز الساد المركز الساد شعار بن حلوة مطار بن سعيد بن حلوة الاجتبئة اللي هو شمال نجد سابع المراكز هناك من الجانب الثاني شاهين احمد بن زيف الزفين نقلتنا على المركز الثامن المسك محمد بن راجب الهول المهيري وفي المركز التاسع مرسال عوض بن مبارك بن سعيد المهيري وفي عاشر المراكز اللي في المركز العاشر من يتواجد معانا غازي عبدالله بن راشد الجاري الاجتبئة ها هي النتيجة هكذا هي النتيجة ايها الاخوة شمردل 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 غير هذا المركز الاول سيطر على مقدمة شوط مع مطار بن سعيد بن حلوة الاجتبئة هو المحافظ على مستوى شمردل حتى هذه اللحظة انتقلوا اياكم على امناور 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 سعيد بن محمد بن قضيب يلا يا ابو انقضيب يلا يا ابو انقضيب حرك حرك مع الكوكبها الجميلة ثالث المراكز هناك شاهين لعلي بن حميد الرزي النقله على المركز الرابع هناك اللي هو نجد في رابع المراكز ولا شاهين لا شعار بالساحر شعار بالساحر من يتقدم بفارق بسيط شاهين ثالث المراكز احمد مسيف الزفين النقل هناك على المركز الرابع عرمر مسعيد بن مطر بن علي بن ساحر الاجتبئة وفي خامس المراكز مرسال مرسال ارسل مرسال يا الامهيري شعار مرسال هنا على رابع او خامس المركز عواض بن مبارك بن سعيد الامهيري وصل الجاري وصل السريع وصلات الاسامي مع الكايد سعيد بن محمد بن بنا حزيم على المركز سات سابع المراكز من اتواجد هناك اللي هو غازي عبيد بالراشد الجاري الاجتبي يلا يا الجماهير يلا يا جماهير يلا يا محبين ماشاء الله ما شاء الله يا شمردل شمردل على المركز الاول شمردل على مقدمة الشوت ولكن امناور 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 سعيد بن محمد بن قضيب ها هي نتيجتنا أيها الإخوة للمراك الذعنها عليكم بالوفاء والتبام وسير مع شمردل أسير مع الحلقة الأولى من مسلسل هذا الشعار شوطنا الثاني عشر شوط الجعدان المهجنات الأصائر وذاهبين للصدارة ذاهبين لعنوان الناموس لمطار بن سعيد بن حلوة ومناور على المركز الثاني لسعيد بن محمد بن قضيب هل علي لثالث المراكز على المركز الثالث للسيد سعيد بن مطار بن علي بساحر ولكن شمردل أيها الإخوة شمردل مع الخوانيد ما شاء الله يا بن حلوة شكرا يا أبو سعيد شكرا يا بن حلوة سلام من الله عليكم يا محبين السلام حد من الرحاة حد ما شاء الله الناموسى يعشقك يا بن حلوة لمطار بن سعيد بن حلوة والتحانينة والناموس وسلام سلام 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 خط النحاء المركز الثاني لسعيد بن محمد بن قضيب ثالث المراكز لسيد سعيد بن مطار بن علي بالساحر الاشتبيه رابع مراكز سعيد بن محمد وفي المركز الخامس ملك أحمد السيف الزفين هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة هكذا كانت توقيت الأفضل تحت أقدام شمردل ما شاء الله سدقائك ستعشر ثانية خمسين جزم الثانية شكرا يا مطار يا بن سعيد يا بن حلوة تحطى بالتوقيت باي باي فهمان الله يا التوقيت خلاص خلاص اشتركوا في القناة